والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بيكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف فوتشوب توتوريالز بس النهاردة مش هيبدأ اي درس النهاردة هي الحلقة الاولى من سلسلة تعليم الفوتشوب للمبتدئين تابع معايا الدرس اي حد بيشوف صورة حلوة اي حد بيشوف حاجة للتصميم متعمل اي حد بيسأل ده تعمل بايه ممكن اسم برنامج يتقلم فوتشوب اللي دي بكلم الناس بقى اللي فوتشوب بالنسبة لها هوا حاجة مضلمة مش عارف فيها اي حاجة وان شاء الله بعد السلسلة دي تبقى حاجة بالنسبة لك من مورة وعارف ايه هو الفوتشوب وكمان باذن الله تقدر تستخدمه واتطبق معانا على الدروس اللي هتبقى بعد السلسلة دي ان شاء الله ايه هو الفوتشوب اصلا يعني التعريف المبدئي التعريف اللي هو باللغة العربية هو برنامج تعديل وتحرير سور يعني ايه يعني مثلا لو انا عندي صورة زي اللي قدام كلوقتي دي عايز اعمل عليها تعديل عايز اغير في الاضاءة عايز اغير في الصورة مدرليم عايز اخليها ننورة الالوان بتاعتها بهت عايز اخليها زهية الحاجات دي ده اول حاجة اللي هي تعديل الصور فقدر اخليها برنامج الفوتشوب عامله كده وتقدر مثلا كمان تعمل تصميم دامج كلمة اللي احنا دايما بنسمعها او تصميم التلاعب هو ان انت تستخدم اكتر من صورة لصناعة صورة اكتر من صورة لصناعة دامج صورة كبيرة فيها صور كتير زي برده اللي ظاهر قدامك على الشاشة ده تصميم دامج ودي المكونات بتاعته عن طريق الفوتشوب استخدمت اكتر من صورة لصناعة تصميم واحد دي الحاجات اللي انت تقدر تعملها بالفوتشوب ده كده بس في المجاة يعني الحاجتين دول دي اللي هي الاختصاصات اللي انا عارفها طبعا فيه اختصاصات كتير ينفع تعمل لجوهات في الفوتشوب بس بتبقى يعني ايه الفوتشوب مش مفضل اوي في موضوع اللجوهات الافضل هو الإلستريتور لكن كأي مبتدئ ينفع تبدأ مع الفوتشوب وهيبقى بالنسبة لك حلوة اللي فيه وبإذن الله بعد كده هتشوف ازاي نستخدم كل واحدة فيه وبإذن الله ده شكل البرنامج اول ما انت بتفتحه اول ما بتحمله بتلاقيه بالشكل ده اول حاجة مفروض نركز عليها هي الادوات اللي فوق طبعا على الشمال هنا اسم البرنامج فوتشوب فيه القوائم دي القوائم دي اسمها فايل ادت امج لاير تايب الى اخره اول واحد اسمها فايل فايل ده فيها اهم الحاجات فيها حاجة اسمها نيو وحاجة اسمها اوبن وحاجة اسمها براوز ان بريدج دي حاجات تانية هنشوفها بعدين مش هيبقى لها استخدام قوي اوبن از و اوبن سمارت اوبجكت 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 و اوبن ريسنت دول اهم حاجتين بالنسبة لك دلوقتي نيو و اوبن ايه نيو و اوبن نيو عشان ترسم رسمة محتاج ورقة ورقة بيضة ترسم عليها النيو هو الورقة البيضة دي اول ما هدوس على نيو او تقدر تدوس كنترول ان اول ما هدوس عليها هيفتح لي الصفحة دي صفحة انشاء تصميم جديد اول حاجة هيقول لك تسمي ايه فتقدر تسميها اللي انت عايزه نقدر نسميها الوقتي بيسألك في الاول اللي هنا لو انت عايز نوع معين استمبة معينة من الحاجات اللي هو حافظ مقاساتها وابعدها لكن ده احنا نخليها custom او احنا نعملها بنفسنا عشان نعرف ايه اصلا القايمة دي عندي اول حاجة السايز عندي الويتس والهيط الويتس اللي هو العرض عايز التصميم عرضه قد ايه وطوله قد ايه في الفوتشوب دائما بتستخدم البيكسل اللي هو دي ممكن تلاقي الانش او سنتي او الميلي او نظام النقط لكن الاغلب اللي بيستخدم هو نظام قياس او نظام قياسي اسمه البيكسل هو المتعرف عليه دايما في مجال التصميم بتحدد الطول والعرض والاتنين يبقوا بيكسل الريزوليوشن هي دقة التصميم ان انت يبقى فيه كان بيكسل في كل انش طبعا انت لو بتشتغل مصمم لوحات اعلانية زي اللي بتتعلق في الشوارع وكده مش هتبقى محتاج البيكسل هتبقى محتاج سنتيمتر عشان هتبقى جايلك مقاسات حد هيجي يقولك عايز لوحة ثلاثة متر في كزا متر فانت هتبقى مش هتعرف تقسها بالبيكسل فهتقسها بالسانتي لكن انا بتكلم على زي شغلي انا اللي هو حاجات هتنزل على الويب بس فهبستخدم البيكسل الريزوليوشن هو الدقة دقة التصميم لو انت واحد هينزل شغله على النت لو انت بتصمم صور هتنزل على النت مصمم ويب برضو حاجات للنت بس مصمم موبايل وكده فمش هتحتاج اكتر من 72 72 بيكسل بير انش يعني بيكسل في كل انش يعني الفوتشوب بيحسب لو انا هفتح صورة 700 بيكسل في كل هيتشوف لك الانش ويملاه ب 72 بيكسل هيشوف الصورة بقى كام انش هيملاها لك باكتر من بيكسل ده بيتحدد على اساس ايه؟ ده بيديك الدقة لو انا هطبع يفطة كبيرة من اللي هيتعلقفشها يعني هتبقى محطوطة فوق سطح عمارة وانا هيبقى واقف تحت في الشارع وشايفها مش محتاج 72 حتى انا ممكن اعملها بتوصل لدرجة 30 هتقول لي لي ما هو كده الدقة بتاعتها قليلة كل ما بتبعد عن صورة جودتها مش حلوة جرب بتفتح صورة بيكسل شكلها مش حلو وبعد عنها شوية هتلاقي ان الصورة بقى شكلها كويس ما انه انت واقف لازق في شاشة الكمبيوتر بتشوف كل اللي هيوب لكن ما بتبعد بتلاقي جودتها حلو اما بقى عمل تصميم لوحة اعلانية كبيرة اكتر من امطار بتتقاس بالامطار فتبقى كبيرة قوي الكمبيوتر مش هيستحمل ان انا اشتغل عليها بريزوليوشن او ضقة عليها فبتقلل الريزوليوشن وبتعتمد ان المشاهد هيشوفها من بعيد او فمش هياخد باله من الجودة زي ما يلزق في البانر وهو ويف لازق فيه كان لكن احنا لو شغلنا هيبقى على الويب ف 72 حاجة هو بيحددها لك الفوتوشوب ودي احسن حاجة الكلر مود الكلر مود ده برضو على حسب اللي انت هتشتغل فيه لو انت بتنزل شغلك على الويب شغلك للكمبيوترات مش بيتطبع مثلا لو انت واحد اديتور بتعمل اديت على صور لو انت مصمم مواقع مصمم تطبيقات تليفون مصمم بسترات افلام يبقى اللي هتحتاجه الارجي بي كالر هو ده الارجي بي كالر هو بيخليك تستخدم الوان بيفهمها الكمبيوترات طرح ما انت شغلك هيبقى في الكمبيوترات بس يبقى دوت نوع الالوان هيديك الوان ما بيفهمهاش غير الكمبيوترات لكن لو مثلا هتستخدم الـ CMYK لو انت شغلك هيتطبع مثلا بتعمل رسومات هتطبع على تشيرتات او بتعمل تصميم لمينيو مطعم فهتبقى محتاج حاجة بتطبع يبقى محتاج الوان معينة اللي هي الـ CMYK في حاجة تالت اسمها الـ Grey Scale اللي هي ديت رمادي بس ما ينفعش دين المشكلة بتواجه بعض الناس انها بعد ما بتفتح الـ Grey Scale ما بتختار الـ Grey Scale ما بيبقاش فيه الوان اصلا بيبقى ابيض ورمادي واسوي فانا اختار الـ RGB ودوت عدد كل ما بيزيد العدد ده كل ما بتزيد كمية الالوان اللي انت مسموح تستخدمها في التصميم فانا مثلا ممكن اخليها تمانية او ممكن اجرب الـ 16 يعني معادي الـ background تقدر تختار لونها تقدر تخليها white او black ان انت تفتح صورة لو انا فتحتها white دلوقتي اوه هيفتح علي اللونها كن لو جيت دلوقتي غيرتها من white خلتها black هتتفتح كده بحاجة تانية اسمها transparent transparent يعني شفاف ما لهاش حاجة اصل اي صورة هتشوف فيها اللون ده او الخامة دي اللي هو مربعات صغيرة جانب بعض دي معناها ان هي معدومة الخلفية ما فيهاش خلفية خالص معناك ان الصورة دي شفافة يعني ان انت لو جيت تحامل صورة لقيت دي خلفيتها اعرف ان الصورة ما لهاش خلفية ايه دي صورة اللي بنسميها صورة شفافة بتبقى دايما صغتها صورة شفافة تمام انا دلوقتي خلصت كل الاعدادات اللي انا عايزة بقى ضايفها هنا هختار بس white rgb الاعدادات زي ما هي بينا قدامكم هدوس اوكي نايفي دلوقتي الحاجات دي لان ما لهاش لازمة فانت كده دلوقتي اهو عرفت ان انت من file new تعرف ازاي تفتح ورقة بيضة ترسم عليها او تحط عليها اللي انت عايز ودي الاعدادات طب افرد انا عايز افتح صورة على الفوتشوب في طريقة اللي هي من file open اول ما هندوس على open اول ما تفتح ال open هيفتح لك صفحة زي اللي انت بتفتحها لما تكون عايز مسلا تسايف صورة تقدر تفتح اي partition من الpartitionات بتاعتك تختار الصورة اللي انت عايزها انا مسلا هختار الصورة دي وهدوس open او ان فتدوس عليها double click اول ما هدوس open هيروح فتح حالي كده على طول في طالية تانية الفتح السور وهي عن طريق ان انت انت تفتح فولدر بتاعك من ماي كمبيوتر او اي ان كان اسمه ايه ان انت تفتح الفايل وتشوف الصورة اللي عجبك براحتك خلص وبعد كده تروح مسكها وسحبها على الفوتشوب خلي بالك لو سحبتها وحطتها في الشريط اللي فوق ده اللي هو الشريط اللي بيقى فيه اللي يارات هتلاقي اتفتحت لك صورة منفصلة وخلي بالك ان انت هنا الشريط ده بيتحط لك فيه عدد الصور اللي انت فتحها انما بالا وعايز اضيف صورة على صورة عايز مثلا اضيف الصورة دي وتبقى فوق الصورة دي اسحبها كده وحطها عليها محطهاش في شريط الطبقات اللي فوق ده اللي هحطه عليها هنا هلاقيها تحطت كده ومتحددة بمربع على كل ركن فيه لو قفت عليه بصت لقيت كده لو جيت دست وسحبت هلاقيه بيصغرها لي من الركن ده ولو جيت حواليها هلاقيه بيعمل لي سهم مقوس كده ان انا ينفع الف الصورة زي ما انا عايز وينفع كمان ان انا اصغرها كده بس عشان ما تصغرش مني بالشكل الغريب ده ادوس فتصغر معي بالابعاد بتاعتها مظبوطة ما تبقاش الطول اقل والعرض اكتر ما تبقاش عاملة كده وينفع كمان تدوس عشان تصغر في النص بالزبط بدلا ما تصغر في الركن كده وانا دايس ينفع صغر الصورة براحتي طيب انا كده خلاص عجبني المقاس ده وعايز اصيب الصورة هنا هدوس دابل كليك فوقيها دوستين ضبطتين فوقيها اتحطت الصورة كل ده لو انا حطيت اربع صور تاني كل ده بيقى موجود في حاجة اسمها قيمة الطبقات او الليرز 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 دايما بتلاقيها هنا هي القيمة اللي تحت دي ولو انت مش لقيها ممكن تخش في ويندوز ويندو من هنا وتختار منها ليرز او تدوس سبعة الموضوع عاملت زي العمارة دور فوق دور فوق دور طابق فوق طابق فوق طابق انا عندي الطابق الاول في دي الطابق التحت الاساس في الصورة دي دي القيمة اللي انت اعين في اعتردت فيها لو انا جبت مثلا اكتر من صورة اهو جبت الصورة دي كمان اهو جبت الصور دي كلها وعايز اتحكي من الصورة دي الورا دي تبقى قدام الصورة دي فا اجيبها ازاي قدامها عندي الطبقتين بتوع الصورتين اجيب الطبقة اللي انا عايزة تبقى فوق وحطها فوق بقت فوق ده اللي كان عندنا والحد هنا يكون خلصت الحلقة الاولى من تعليم الفوتشوب تعلمنا ازاي نفتح نيو عرفنا ازاي نعمل او الاعدادات بتاعت النيو عرفنا ازاي نجيب صورة عرفنا ازاي نحط صورة فوق صورة وبنعرف ازاي اني صورة فوق واني صورة تحت وازاي نتحكم في ترتيبهم طيب انا كده اتحكم في اماكن السور كده ازاي ازاي بقدر احرك السور دي عن طريق اول اداة هنتعلمها في حلقة النهاردة وهي اداة الموف تول اللي هي الاداة دي طول ما انا مسكها اقدر اتحكم في مكان اي حاجة بس لازم الاولى بقى مختارها من قيمة الليارات عشان ما احركش اي حاجة وخلاص تمام؟ فيه اختيار هنا ممكن تعمله اسم اوتو سيلكت ان ان هو يحرك الحاجة اللي انا واقف عليها كده انا بحرك دي فاختار من قيمة الليارات اوتوماتيك ان انا عايز احرك دي وانا مختار دي ينفع احرك التاني اللي انا مش مختارها كده فدي برضو حاجة ممكن تفيدكم لكن انا بحبش ان يتحرك حاجة انا مش مختارها كان هو ده اللي موجود عندنا وبكده تبقى اول حلقة خلصة من السلسلة اتعلمنا فيها ازاي بنفتح نيو عرفنا ايه هو الفوتوشوب اصلا وعرفنا ازاي بنفتح نيو صورة عندنا اصلا عرفنا ازاي نحط اكتر من صورة فوق بعض وعرفنا ازاي نتحكي بتبقى اني اللي فوق واني اللي تحت وعرفنا كمان بنحرك الحاجات دي كلها ازاي ان شاء الله الحلقة الجاية هنعرف ازاي استخدم ادوات التحديد والاص على الفوتوشوب انا معكم يوسف محمد من قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز السلام عليكم